السلام عليكم صباح الخير ومساء عليكم جميع الشباب يارب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما معاكم محمد هلال النهاردة ما طلعناش بوزشينا فيست وفيس كده علشان يعني آآ بالاسف انا مرهق شوية فآآ يعني حبينا هندخل على الموضوع لطول وعلى الشرح على طول علشان كمان مفيش حد يزهق لان الشرح بتاع النهاردة مع انا هيطوت شوية بس لو ركزت فيه انا اضمن لك انك انت بشكل يومي بشكل يومي هتكسب مكاسب كويسة جدا من آآ من مجال والفيسبوك يعني احنا هنربط وفيسبوك وتويتر هنربط حاجات كتير هنعمل حاجات كتير مع بعض لو انت حتى لسه اول مرة تتفرج علي طبعا يشرفني جدا انت تعمل اشتراك في القناة واتفعل علامة الجرس عشان هي حاجة دي هي توصلك آآ اما بعد لو انت لسه يعني اول مرة تتفرج علي احنا بنشرح حاجات كتير جدا زي ما انت شايف او حاجات كتير بنشرح فكل حاجة على اساس انك انت يبقى عندك دخل سابت من الانترنت سواء 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 يعني بنشرح كل حاجة تركات وحركات وحكايات كل حاجة هتلاقيها موجودة بفضل الله في القناة بس انا عايز اقوله ما تستعجلش يعني يا كده كده الفلوس هتجيه لك بس انا عايز يعني لما انت تشوف محمد يلال بالتحديد عايزك تقعد تركز جدا وتصحصح وتفتح مخك وتقعد يعني براحتك كده خالص تعمل لك موجد شاي موجد نسكة فيك العادة وتقعد معانا مركز جدا ومفتح عينيك طيب ندخل في الموضوع لطول علشان مفيش حد يزهق وآآ نصحت ليك ومفيش حد يزهق احنا هنتكلم في حاجات كتير قوي تركات كتير قوي ومواقع كتير وأدوات وحاجات كتير جدا كل حاجة انا طبعا باتكلم فيها انا هسيبها لكم كل مواقع اللي اتكلم فيها هسيبها لكم في تحت الفيديو في الوصف على طول اول لما انت تضغط على على اللينك هيوديكي التدوينة التدوينة دي من غير اي اختصار روابط هتلاقي فيها كل اللينكات اللي انا اتكلمت فيها بشكل مباشر طيب لو ما فيش طبعا حد فاهم ايه مفيش حد يفاهم في الليلة دي قوي فما يقلقش انا يعني هبقى معاك واحدة واحدة وطبعا اي استفسار موجودين على القناة موجودين على الجروب مشاريع العمل برضو هتلاقيه في اللينك بتاعه تحت طيب احنا اول ما هنبتدي هنبتدي على شركة طبعا اتكلمت عليها قبل كده كتير جدا الشركة دي مش نصابة الشركة دي شغالة بتدفع لي لسه انا شغال فيها من سنين طويلة جدا لحد الوقت يعني وانا بكلمكم فالشرحي النهاردة هيعتمد على ان انت ما تختارش عرض السي بي ايه يكون تفضل بقى تختار عرضه يطار هختار لعبة او هختار ايه تطبيق او هختار ايه وهختار بلاد ايه الكلام ده كله انت مش هتتحكم باي حاجة خالص الناس اللي فهمه سي بي ايه كويس انا هشرح لكو مش هيبقى فيه اي حرم عن ايه خالص طبعا انت مش هتتحك على الزائر انت هاتي تدي له بالفعل اللي هو عايزه هديكوا تركات فضيع ان شاء الله النهاردة هتنفعكو جدا زي ما انقلتلكو لكن بالله عليك كزا مرة اقول لك في الفيديو واجب عليك التركيز ركز جدا 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 حتى لو انت هتقسم الفيديو ده على ان انت تتفرج عليه مرتين تلاتة مفيش ادنى مشكلة خالص اهم حاجة تركز وتطبق معي واحنا مع بعض ان شاء الله زي ما انا قلتلكو احنا مش هنختار بلاد ولا هنختار عروض ولا هنختار اي حاجة خالص احنا كل اللي هنختاره هنشتغل على هنشتغل على العروض التلقائية طب العروض التلقائية دي هتيجي منين وانا يعني هاخدها وعمل مدونة انا مش هخليك تعمل مدونة انا هخليك حاجة هخليك تعمل حاجة اسمها لاندينج بيج لاندينج بيج الناس اللي فهمة سي بي ايه عارف انا اصد ايه مش هعرفك كمان مواقع تانية وتشترك فيها وتعمل لاندينج بيج لاندينج بيج دي صفحة هبوط يعني اه الناس اللي مش فهمة بيكون لك رابط بتاعك بتختار اه يعني شكل صايت ليك على العرض بتاعك فهتشتغل عليه طبعا ما فيش مشاكل خلينا مع بعض انتو وتفهموا كل حاجة وانا بشرح لكم بالنسبة للناس اللي مش فهمة انا بتكلم في ايه لسه ارجوك ما تقفلش الفيديو وركز معاها كويس جدا طيب عندنا حاجة اسمها لاندينج بيج اهي هنفتحها هنضغط عليها وبعد كده انا هعمل هعمل انشاء لاندينج بيج طيب الوقتي انا قبل ما اعمل ده بقى اللي انا بتكلم فيه اه الاشكال يعني لو انت عندك مسلا عايز تعمل على لعب عايز تقول للناس عايز تقول للناس والله انا بشحن لكم وبوب جي ويلا وفعلا هيلاقوا مسلا ايه حاجات بتنزل وكريدت بينزل في وبوب جي والرويال باس والكلام ده وما فيش حاجة هتوصل لهم اه وهكذا وهكذا وتحميلات وافلام اه موفي بلايرا وكاستم اتش تي ام ايل والكلام ده كله بس احنا هنشتغل زي ما نقول لكم الشغل ما فوش اي فيه حرمانية خالص والشغل فيه دماغة عالية جدا والزاكي معايا اللي هيسمع اللي هيسمع الشرح ده ازاكي اللي هيطلع من الشرح ده مصالح لحاجات كتير انا مش هتكلم فيها عشان ممكن اللي يشوف الفيديو ده مئة الف واحد فانت لما تخلص الشرح خالص لو انت ركزت فيه عايز تعرف انت ركزت ولا لا هتطلع منا مصالح كتير اوي حاجات غير اللي انا اتكلمت او هتكلم فيها في الشرح ده اوكي شباب طيب احنا محمد هلال اصلا هنعمل لانجبيج على ايه وايه الحاجة اللي هنشتغل عليها لازم نحدد الحاجة الاول اللي هنشتغل عليها علشان نعمل لانجبيج تمام جدا احييك طيب احنا هنشتغل على تحميلات انك اه الوقتي في ناس مثلا كتير بتدور على لعبة محددة ومش لقياها او لقياها بفلوس او مش لقياها خالص او مش لقياها كاملة او يعني ضاعة ما هم عايزينها فانا هعرفك تجيب اه مصدر تجيب منه الجيم ده ازاي حاجة تانية اه البرامج لو ما فيش حد اه يعني لو 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 في حد قصد بيدور على برنامج محدد ومش لقيه او بفلوس او 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 انا هعرفك وهديك مصدر تجيب البرنامج ده وتده له طيب من كده الحد جاء شغلنا شارعي طيب الكورسات دي بقى التقيلة بقى خالص بقى كورسات سواء بالانجلش او سواء بالعربي تمام طيب معنى كده انك انت اه هتدي لهم برضو كورسات الكورسات دي انا هعرفك بتيجي اا يعني انا هجيبها لك بشكل مجاني ازاي واي حاجة بقى سوفتوير اا يعني بوكس تحميل كتب المفروض لها بفلوس هتحملها حاجات كتير جدا حاجات كتير قوي يعني اوكي الحاجات كتير دي على فكرة كنا تكلمنا فيها برضو في حاجات مشابهة لها في القناة بتاعتنا فلو انت يعني لسه اول مرة برضو تشوف القناة ده يعني انت فوق دماغي بس لف لفة كده حلوة في القناة سهدقني هتستفد جامد جامد يعني اوكي شباب طيب انا الوقتي هختار ايه علشان اعمل يعني احط في بتاعي واحط في العروض بتاعتي بتاعي علشان ان استحمل منها وانا اكسب من العرض اللي هما هيعملوه اصلهم لما يدخلوا علشان يعملوا والحاجة اللي انا جايبها لهم المفروض كانت مدفوعة وهم دايخين عشان يعني عشان عايزينها انا جبت لهم الكلام ده مجاني فلما يطلع لهم عرض يقول لهم خلص عرض من الخمس عروض دول علشان تحمل الحاجة اللي انت عايزها فبالتالي ماشي هو مية مليون في المية هيخلص العرض ده وانت هتكسب العرض ده فلوس طب العرض ده لو شافوا عشرة العرض ده لو شافوا مية العرض ده لو شافوا الف انا كمان هعرفك في الكورس ده او الشرح ده هعرفك ازاي انت هتروج وهتعمل اعلانات مجانا وهتروج للعرض بتاعك او اللينك بتاعك ومساجك هيبقى عالي جدا 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 والاخر مرة ركز معايا وصح صح معايا طيب نبدأ بتركات بقى جايب لك شوية مواقع حلوين جدا قبل ما نعمل قبل ما نختار اللانجويتش اللي احنا عايزينها تعالوا بس نشوف المواقع يعني نخلي صفحة دي زي ما هي ونشوف المواقع اللي احنا هنستخدمها اه عبارة عن ايه اول موقع معنا موقع في اه سوفتوير في برامج جميع الحاجات اللي انت عايزها يعني لو ضغط مينة مسلا جميع البرامج انت عايزها فيه برامج كتير جدا جدا بفلوس وفيها سيرش وفيها كاتيجوري يعني الكاتيجوري بتاع انت عايز حاجة الاديو ولا حاجة الديسك توب ولا حاجات تبع الدسك مسلا الهارد مسلا بايز او حاجات تبع الايميل او فايل او جيمز آآ برامج تبع الجيمز اصوط مش جيمز نفسها ولا ايه بالظبط انت عايز ايه فمسلا انا عايز يعني سيكيريتي. وانا بيقول لك اه توب ده اه توب ده وننقول الحاجات اللي بتتحمل يعني ايه? دي ما لكش دعوة بها. انت بتدور على حاجة او فتح لك تاني خالص انت عايز ايه بالزبط? اه مش عايز ايه كزا كزا ماشي انا عايز والله برامج انا فيه مسلا اه كومودو ده ممكن يعني يبقى على مواقع كتير جدا والمواقع الرسم بتاعه بفلوس فانا هاخده فانا هاخده احمله فهضغط هنا واحمله داونلود عندي واحطه في مضغوط ويبقى انا كده حملت حاجة بفلوس اللي هي يعني انا حملتها مجانة بس هي بس هي اصلا بفلوس فانت هتدور على اه الناس عايزة ايه? او ممكن ما تدورش على الناس عايزة ايه? تجرب حصدك في كزا حاجة. الموقع التاني عندنا موقع برضو برامج لبرامج هتلاقي كتير جدا المفروض برامج اللي هي برامج مدفوعة بس الناس اللي عليه برامج مجانية هتلاقي حاجات كتير جدا من من احسن المواقع على فكرة اللي انا بستخدمها والكاتيجوري موجودة هو اللي انت عايزه اوكي? طيب نيجي على التقيل بقى شوية الموقع ده لو انت بقى عايز بقى تشتغل عربي انا كل الموقعين دول لو انت ماشي عايز تشتغل عربي ماشي بس الانجلش افضل في موضوع الانجلش افضل في موضوع لو انت بقى عايز بقى نظام كورسات عربي عندك اه كل حاجة هي تطويره لبقى نظمة تشغيل كواعد بيهات والله انا مسلا اه انا عايز اتعلم برمجة فهضغط هنا عايز ايه من البرمجة الموقع ده عظيم على فكرة عايز ايه من البرمجة والله انا عايز اتعلم اه لغة الجافا هضغط جافا تمام طيب اه انا عايز في كورسات بقى كتير عندك اه اه برمجة الشبكات بلغة الجافا ماشي انا عايز ده فانت لما تضغط هنا تمام هيجيب لك المحتويات بتاعة الكورس مش مش فيديو واحد حاجة عظيمة يعني هيجيب لك المحتويات ويجيب لك كمان لسه في حاجات كتير جدا فبالتالي انت هتشغل يعني لو احنا مسلا جينا شغلنا مسلا ده وشغلنا هو على اليوتيوب على فكرة وممكن تعمل له وكل حاجة لاما هتاخد اللينك بتاعه وتحطه في وترفع الفايل تيكست ده على اه على او الملف المضغوط زي ما انا قلت او ممكن تبقى زاكي ممكن تحمل بس الموضوع ده يبقى متعب شوية بس هيجيب برضو معك برضو ايه فلوس برضو حيبا او ممكن اه تحمل الفيديو من اليوتيوب الفيديوهات دي كلها وتعمل اه بلاي لست بيها يعني تحطها كلها في فولدر برضو وينرار ويبقى خلاص انت كده اه وترفعه بقى على الميديا فاير وانت كده انت خلاص انت كده معاك حاجة معاك حاجة الناس بتدور عليها ففي ناس كتير جدا طبعا عشقة موضوع الكورسات وموضوع البرمجة وموضوع تعاليم كزا وتعاليم كزا وتعاليم كزا وكي شباب طيب نيجي طبعا احنا يعني كل الكلام ده انا بعرفكم المصادر اللي احنا هنجيب بها الحاجات اللي هي هتبقى غالية على الناس مش مش غالية كسعر لا الناس هتشوفها كده يعني هتلمع اه انا عايز ده انا ماشي يا عم انا هعمل عرض السي بي اي انا هعمل عرض اللي ظاهر قدامي عشان اخد الكورس ده عشان اخد برنامج ده عشان اخد اللعبة دي اللعبة دي هنتكلم بعد كده في الالعاب جايب لك موقعين العاب موقعين اه ناس كتير جدا جدا زي ما انا عارفين ما تدور على اه اه يعني كتير اه بتبقى بفلوس او تبقاش موجودة او فيه العاب كلاسيك عديمة ما بتبقاش موجودة وبرضو اه جديدة ما بتبقاش كاملة او نقصة سرية اللي بتاعها كده الموقعين دول ده او الموقع الموقع ده لالعاب فهتحدد انت عايز لعبة الايه للبي سي كمبيوتر ولا البلاي ستيشن ولا ايه بالضبط فيه او الماك او وتكتب اسم اللعبة اللي انت عايزها هنا وتعمل سيرش وبرضو هتاخد اللينكات التحميل وتحطها في تيكست. اه تحميل العاب العادية الموقع ده مدى اعظم ما يكون موقع دك كلمت عليه قبل كده مرتين تلاتة موقع والله والله انا مش باقي بحلف كتير. الموقع ده فيدني في يعني في حاجات كتير. فاعمال لي على على الانترنت عموما كتير جدا. بعمل من لحاجات كتير قوي. وفي العاب الدنيا كلها. العاب الدنيا سواء قديمة او سواء جديدة. واللينكات شغالة واللينكات وتمامت تمام جدا. اوكي? اللي معنا بعد كده نعمل. اللي معنا بعد كده موقع بقى بتاع كله. موقع بتاع كله. في بوكسز. اه هنا لما لما انت تدخل عايز تعمل ساين اوب بعمل ما فيش مشاكل خالص. اه فري بورتكتس. اه عندك اه كتب مجانية عندك سوفت وير مجاني عندك فيديوهات مجانية لو انت عايز تعمل او عايز تعمل تدخل فيديوهات في في مسلا. اه في ناس بتاخد من هنا فيديوهات واتباح على فيفر بعشرين دولار وخمسين دولار ما انا بقول لك انت الشرح ده لو انت زاجي هتطلع منه مصالح كتير غير حتى اللي انا بكلمك فيها دي. ممكن جزئية محددة تفتح معك بحر بحر مصالح وبحر فلوس. فركز معي باللي عليك. اه 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 موقع موقع كبير يعني شوف حتى الارقام اللي عليه الكتب اللي عليه قد كده والفيديوز اللي عليه قد كده وهكذا يعني. تمام انا اعرفتكو الدنيا عاملة ازاي? فتعالوا بينا نختار حاجة تمام? تعالوا بينا نختار حاجة من الحاجات دي مع بعض. يعني اي حاجة ما 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 فيش. خلونا مسلا على ماشي ده. تمام? ده مسلا احنا اه خلاص جبنا حاجة فعلا بس انا عايز اقول لك حاجة. انا عايز اقول لك اختار بعناية. الحاجة اللي فعلا مش موجودة. ممكن تبحث على جوجل. على فكرة. برنامج كزا هتلاقي فيه الناس بتطلوبه تخش على منتديات تخش على بتاع. انا برضو هجب لك المنتديات. لسه معانا مع بعض التركات كتير جدا يعني. اوكي شباب طيب كميل جد. اه خلينا علشان الشرح ما يتولش وندور على اه برنامج او لعبة او 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 نتخيل ان ده 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 الناس كتير بتدور عليه. ماشي? فآآ ناخد ما يجيه تمام? وآآ هنعمل له تمام? ده على طول اهو يا انا جيب لك مواقع من اللي من اللي مفيش منها والله. اوكي? طيب ونجيب اهو. ونحطه في ونرار. اه 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 تمام كده. ونجيب تاني ناخد بس الايه? الاسم كده مسلا. خلي كل حاجة بعناية تخيل انت اه انت اليوزر اللي هتحمل الموضوع ده يعني. فلازم تكون كل حاجة كده يعني ايه انت منبهر بيها. اوكي? طيب بعد كده احنا هنروح فين? وهنسوى ازاي? وهنعمل ايه? بتاعنا ازاي? هنرجع بقى بتاعتنا. هنرجع بقى للموضوع هنعمل هتختار اول حاجة اللي هي التحميل. اه تحميل الفايل يعني اقصد وهو ده اللي احنا عايزين. وممكن على فكرة في حاجات تانية بس انا دايما بستخدم ليه عشان اه يعني خفيفة وكويسة للعين يعني مفيش اي حد ديه اللي امنها مسلا. اوكي? اه هنضغط تمام? انت عندك هتسميها احنا وكن احنا يعني هنزبط الموضوع ده واي حاجة احنا مع بعض وهنعدلها مع بعض يعني اعتبر ان ده كورس انت بتتفرج عليه فارجوك ما تزهقش. اوكي? طيب تعم جدا. اه هنروح ليه هنروح ناخد مسلا نقول له اسم اسم الصفحة بتاعيتنا هيبقى كومودو انتواريس تمام? اه الكالور عايز تغير والله الكالور بس انا بسيبها زي ما هي وكلمة عايزها تارك ولا لايت فسيبها برضو زي ما هي براحتك يعني اوكي? اه اه النام يعني فيه فيه كلمة فاست فايل في كلمة فاست فايل احنا هنبتدي نشوفها احنا لو عايز تغيرها لو عايز تبدلها احنا هنعرف كل كل هنروح بس لبوجل صور علشان نبحس على الصورة ليه كومودو انتواريس تمام? اه ده مسلا. هتختار اي صورة مسلا. لا الصورة دي مش عجباني. لا عليها برضو عليها اه موقع مش عجباني برضو. اه انا شوف دي لا دي صغيرة. خلينا كده مع بعض كده ما فيش مشكل خالص. ناجي خليه نفس على سبيل المثال دي. تمام? وحطناها في الدسك توب. تمام? اه احنا كنا فين? كنا فين? اه كنا في السبيل اي دي. والبرومو ايماج دي دي اه داونلود تيكست دي. التيكست عايز تغير الكلام ده. هنغير واحنا هنعرف او هنعمل بروفيو الوقتي عشان يزهر قدامنا كل الكلام ده ونعرف نغيره منين والكلام ده كل. اوكي? بس احنا بنختار الحاجات الاساسية. البرومو ايماج دي هنختار الصورة اللي احنا حملناها. تمام? اللي هي دي. ماشي. عندك الفايل صايز عندك هتقول له مثلا الصايز بتاعنا. بتاع الاربع ميجا. تمام? اهو. نتاكد بس ان التسجيل شغال عشان. خالق شكلة على الفاضي. تمام. اهو. يبقى انا كده ماتحكتش على اي حد. هنا بقى بيقول لك الملف ده اتحمل كام مرة فانت علشان اللي داخل يشوف ان الملف اتحمل كتير فتضرب له اي رقم غير او رقم واحد. اوكي? هتقول له مثلا يتحمل 385 مرة عشان يلاقي فعلا ان التحميلات كتير لان الجبيتش دي ممتعة جدا ممتعة جدا يعني. انت بقى هتاخد. احنا طبعا شغلنا كله ايه? تمام? انت هتدخل على تعمل او لو مش عارف اصلا ماله تقريبا واقع او في حاجة تقريبا في الان لو احنا كتبنا دا اووانلود فايل اا لا المفروض نكتب مش داوانلود. اووانلود فايل. ممكن تستعمل اي موقع عادي. اوكي اووانلود فايلز ناش اه دف اه في تمام. هنحطه هنا. تمام? لا مش عايزين ده. وهناخد تمام. وهنا هنعمل ايه ابلود? هي ابلود معنا هيحمل معنا على السرية يعني مش هياخد وقت. تمام كده تقريبا خلاص. المفروض بقى ايه يدي لنا اللينك علشان نحمله. تمام نصبر شوية. تمام ادي انا ساكس ازا هو تمام. ودي انا اللينك بتاعنا انا اخده ونتاكد بس ان هو تمام. طبعا انت ممكن تستعمل اي ممكن تستعمل اي موقع تاني مفيش مشاكل خالص براحتك يعني عايز عايز جوجل جوجل درايف اي حاجة. انا والله مش عارف الموقع ده تقيل برضو ولا انا عندي اللي نت مهبل فاحنا يعني هنيمشي على الافكار اللي انا قلتها. عشان مش عايز يعطول الشرح. اه ده اللينك بتاعنا بتاع البرنامج او بتاع الحاجة اللي احنا اه حملناها للناس اللي الناس بتطلبها. تماما شباب? كده مية مية. اوكي? طيب. اه هنا هنيجي هنحط آآ اللينك بتاعنا اهو. وكلمة دي آآ هنسيبها زي ما هي وكلمة آآ يعني هنسيبها آآ زي ما هي والآ آآ بي او ات من ما مش هنكتب فيها حاجة وهنا مش نكتب يعني كل حاجة هنسيبها زي ما هي تمام وهنا هنعمل آآ سيف اند آآ بري فيو. تمام اول ما نعمل سيف اند بري فيو هيجيب لك البر فيو اللي دي الصفحة خلاص بتاعتك دي اللي بتاعتك. فبالتالي هنضغط على كلمة آآ آآ احنا خلاص هناخد آآ آآ بتاع نقابي. وهنروح. آآ تمام هو حمل اهو بيقول لي دولود البرنامج آآ 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 الموقع بتاع آآ اللي احنا رفعنا عليه لانا لانا قلت لكم بس النت ايه بطيقة عندي شوية. فاوكي حمل اهو تمام التمام ما فيش مشكل خلاص. دي يعني ده خلاص ده يعتبر مسلا مسلا يعني ايه الموقع بتاعك. او اللان بتاعتك. سميها اي مسامة بس دي خلاص ملكك. دي خلاص ملكك. اوكي فدي خلاص بتاعتك اهيه. تعالوا بقى بينا بقى نشوف يعني لو احنا رجعنا تاني على آآ وجينا اعملنا تمام. آآ هينزل لنا اللي احنا عاملينها كلها هنا. دي مسلا. لو احنا احنا ممكن نعمل ايدت. طب ايدت بقى ليه? لان احنا انا قلت لكم هيكتب حاجات مسلا دي اللي انا قلت لكم عليها. ممكن نمسح دي خالص. ممكن نمسح دي هو بيقول لك داونلود ده علشان يتحمل. هتاخد ديقتين ولازم تخلص عرض واحد عشان تتحمل الكلام ده كل. لو عايز تغير الكلام ده بالعربي او لو عايز تشيله خالص او عايز تقلله او عايز تكتب اي حاجة هنعمل ايدت يا معلم زي ما انا قلت لك ايدت اهو هنا. الكلام ده فين? الكلام ده فين? الكلام ده هو. ماشي اللي هو داونلود تيكست. اوكي? آآ عايز تغير كلمة داونلود فايل ماشي. عايز تغير آآ يورفايل نيم آآ دي تمام. دي المفروض اصلا تتغير. يعني دي مش عارف احنا آآ يورفايل نيم. آآ يورفايل نيم. نسميها برضو ايه مفروض نسميها ايه كومودانت فيروس. اهو تمام اهو آآ فين 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 اه 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 يورفايل نيم فنعمل ايه آآ نعمل نعمل فينش ساكسز آآ هو 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 نفس اللينك ولا ايه مش عارف ماشي احنا هنروح كده آآ هو هو هنا في نفس اللينك اللي عملنا هنلاقي آآ آآ تمام داونلود فايل دي تغيرت زي ما احنا عايزنا. اي حاجة يا باشا انت هتعدل فيها هنا كلم كلمة فاسط اللي احنا شفناها. فين فين آآ نعمل ايه التاني ارهوك ما بزهقش بالله عليك بالله عليك ما تميلش من الفيديو انا 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 جاي بنصحك وجاي بقدم لك حاجة عشان انت تستفاد منها فلوس فبالله عليك اوعى تقول محمد الهدرق غاي اوعى تقول محمد الهدرق غاي اوعى تقول محمد الهدرق بيتكلم عن الفاضي انت بالله عليك ركز كده معي انا طالب منك لايك بالفيديو ولا طالب منك حاجة على قدم معنا وطالب منك ان انت بجد تستفيد من الكورس ده. آآ تمام آآ كلمة كلمة كانت هنا آآ تمام آآ فاسط وده مش عارف ايه والكلام ده يعني ما علينا آآ آآ فاسط اللي احنا مش عاجبنا يعني اي حاجة مش عاجبك انت هتغيرها. طيب تمام الموقع ده بقى ماشا بقى بتاعك خلاص دي ما انا قلت لك. اول ما الناس تشوفه وتشوف الصورة الجميلة وتشوف الاسم الجميل واللي هي عايزاك جلمة ده 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 ايه زهرة باللون الازرق الجميل. آآ اول ما تضغط ده ونلودز حيروح لها انلوك. انلوك دي برضو عندنا انلوك دي لو احنا عايزين نغيرها عندنا. اهآ اهآ اين اين انلوك. انلوك اهآ اهآ اه تمام. عايز تخليها بالعربي عايز تخليها بمعنى تاني براحتك. عيش خالص. فاول ما آآ هنضغط كلمة ده ونلود هو هنا هيقول له خلص يا معلم اي عرض من دول هو هنا على فكرة بيجيب لك العروض يعني هنا كاتب لي العروض باللغة العربية عشان انا في مصر. لو انت بقى هتبقى بقى زكي وهتعمل الموضوع ده على ناس اجانب عشان اهآ السعر الاكشن بتاع السي بي ايه يبقى عالي هيجيب له هنا على حسب على حسب ما هو فاتح اللينك ده بتاعك فين في بلد ايه? انت يعني عملت اه اشتغلت على الاجانب اشتغلت على العرب. على حسب اهآ والله ما صدع النبي انا شكلي هنكت على حسب اهآ العروض دي على حسب البلد. انا قلت كلمة على حسب كتير قوي. ما عليش يوظروني عشان ضايرك طالطول ما ما عملتش يعني مش هعمل ايه مونتاج لفيديو. انا بتكلم معكوا كأني انتو قدامي كده فيز توفيز. طيب يا شباب. لازم مش تخلص كل العروض هتخلص عرض واحد من العروض. كلمة دي برضو عندنا اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا ممكن نغيرها. بيقول لك ده ويتنج وعملها هي تلف عملها دا يا را تلف على اساس الاول لما انتو تخلص عرض. دي هتقوم خلاص مودياك على اللينك بتاع الدا. مودياك على اللينك ده الميديا فايرباق او اللينك ده بتاع الدون منود الاصلي. وهيحمل هيلاقي فعلا التحميل وانت مش داحك عليه. ومزاجك عالي ومية مية. طيب محمد هلال انا ماشي هعمل كده هسوق بقى للناس ازاي هعمل اعلان ازاي هعمل 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 هعمل. انت ممكن تعمل حاجات مدفوعة وفي حاجات مجانية بس هنتكلم في كزا حاجة كويسة جدا نركز معايا في يعني المنطقة بقى الجاية دي. اوكي? اه الموقع ده موقع جميل كده. تعالوا كده بس بقى نطلع كده موقع جميل جدا. عايز تعمل عايز تعمل فيه تسجيل فيه اعمل. مش عايز تعمل خلاص. مفيش مشاكل خالص اوكي? بس انا هعمل يعني. اه عبارة عن ايه? الموقع ده انت هتديله اللينك المراد عرضه وهيسوقهولك او يعني هيجبهولك بشكل دايريكت من غير اسبام على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اللينك ده. انا بستعمل الموقع ده اه شباب اه دايما. اوكي? اول ما تدخل هنا هيقولك drop image here. هتقول له browse file وتختار اه فايل بتاعك. تمام? اه اصد الصورة بتاعتك. اول ما تختار الصورة خلاص هو حملها. وقابلها ممكن ما يقابلها عش ممكن يقولك صغيرة بتاعها فانت اختار كده صورة ايه? اه كويس يعني. تمام? العنوان. فهتقول له هنا والله انا اه العنوان بتاعي العنوان الجذاب بتاعي. اه 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 امسلا ده عنوان جذاب بس انتو اه اختاروا بقى عنوين بقى صح اوكي? ال description هتتكلم description دي الوصف هتتكلم اه اه وصف بتاعك هيكون كذا 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 بس ما تعملش زي ما انا بقى عملي كده انا بس ايه اه عشان الشرح بس ما يطولش اكتر من كده عشان ما يبقاش يعني. ال url بتاعك. ال url بتاعك يا باشا انت لو اشتغلت على الفيسبوك هتختصر ال url اللي هو ده. خلينا رجعت ايه. ال url بتاع اللي ان تجبتش بتاعتك هتختصره على بيتلي وبعدين هتحطه على الفيسبوك. لو انت على تويتر. لو انت على تويتر على فكرة انا شغال الموضوع ده على تويتر. موضوع جميل جدا 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 يعني. اوكي? لو انت على تويتر هتخطو من غير اي مشكلة هالس او تاخدو بيتلي مفيش اي برضو مشكلة هالس. فانت خلص اخدت ال ايه? اهو. تمام? ال url هتحط اللينك بتاعك. ودي هتسيبها زي ما هي وتضغط على كلمة اه. ممكن زي ما انا قلتلك انت عندك والله تويتر. اه ممكن تشارك فيسبوك اي حاجة انت عايزها. ادك يا برينس ادك الموقع ده بتاع السوشيل بتاعك او اه فهناخدو نروح بنا على تويتر لو احنا حطنا ولا هيجيب لنا ولا اي حاجة خاص ولا اي حاجة انا اخدو دايركت اهو. تمام? لو ضغطت على كلمة تغريد. اهو يا معلم انت خلاص. بنزلك بشكل جميل. التويتر او الفيسبوك مش هيقول لك حاجة. الفيسبوك انا قلتلك انت لازم تعمل بيتلي الاول. بيتلي او او برافيت لينك. اوكي? اه دونه الحاجات اللي انت كاتبها. بس طبعا انت مش هتكتب لها بل اللي انا كاتبه ده. انا بس كنت ايه عشان الشرح يزمان اقول لك ايه ما يطولش. اول ما خلاص انا عايز لو ممكن تكتب بوست عليه كمان ومش عارف ايه وتضيف اي حاجة كده فوق كده بوست يعني اه كلام. اول ما اليوزر يضغط هيوديك فين? مش هيقول لك بقى تعذر وكلا. هيوديك على اللينك بتاعك على طول. اللينك بتاع العرض اطول اللي انت هتضغط عليه بقى داونلود والناس بقى هتشوف وتحمل. انت بقى باشا لو انت سواء في تويتر او سواء في اللينك او سواء في الفيسبوك لو انت شفت اي جروب اي جروب آآ بيتكلم معنا برنامج كزا او اي بوست بيتكلم معنا برنامج كزا هتقوم رازع آآ لينك بتاعك ده هتقوم رازع اللينك بتاعك اللي انت اخدته من موقع الجميل بتاعنا ده طبعا الموقع كلنا هقولتلكم هسيبها لكم في تحت الفيديو موقع رهيب آآ استخدموه بيعمل بشكل جميل من غير حظر من غير ازبام من غير اي حاجة عايزها في الفيسبوك ماشي عايزها آآ في الفيسبوك هتروح وتعمل وتحط اللينك هنا وتعمل وتاخد وتحط في الفيسبوك وتعيش حياتك كشباب طيب آآ حاجة معنا تاني حاجة جميلة جدا لو عايز بقى تعمل آآ اعلان مجاني من غير اي فلوس وهينزل في مواقع تانية وهينزل في الموقع ده الموقع ده الرهيب جدا بيعمل اعلان مجاني انت والله عايز برضو تاخد آآ الاسم ده مسلا بتاعك كذا 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 وتختار بتاعتك تختار الصورة بتاعتك آآ آآ اليور ايل بتاعك سواني هو ده اليور ايل واللي ايه آآ اليور ايل تمام اللي هو طبعا ده ده فيه حياتك كله اللينك ده اليور ايل ده 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 اللي هيكسب بقى فيه يعني حياتك كله اوكي آآ فيه حياتك كلها آآ وبعدين نروح احنا كنا فين? انا اه وبعد نروح هنا وبعدين نروح على اللينك ده ونحط اللينك بتاعنا وبعدين الكاتيجوري الكاتيجوري هتختار الكاتيجوري بتاعك انت جيمز ولا كمبيوتر ولا اه والله يا عم انا ماشي يا عم كمبيوتر ديسكتوب مثلا اه انت والله اعيز مثلا يا عم كيرو او ممكن ما تكتبهاش يعني اه 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 اي حاج هتاخد مثلا هندي الفون لأ الا اميل لأ سيبوز عموية الباسورد هتختار هتختار باسورد الكود هتكتب كود ثلاثة ستة سبزة الكباتشة يعني هصد ثلاثة ثانية واحد اه هنا اه يعني هنا بيقول لك ايه اه ما تحاولش تعمل اكتر من اعلان يعني لو انت عملت الاعلان ده مرة واتنين وتلاتة واربعة الاربعة هيترفض واعمل اعلان واحد وآه هينزل لك يعني بكل تأكيد وكنا طيب احنا هنضغط آآ تمام هنا آآ بيقول لك آآ آآ في في عندك تعالوا بنا نعمل آآ ترجمة فشل رمز التحقيق غير صالح او منتهي الصالحية رمز التحقيق اللي هو كويس والله اللي بيظهر معانا اخطاء يعني يا كويس اللي بيظهر معانا اخطاء نرجعها كده انجلش تاني آآ تمانية اتنين اتنين آآ تمانية زير ورمز التحقيق اللي هو ده اللي هو الكباتشة ده يعني على ما عطاك دي يعني تمام جدا 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 هو هنا بيقول لك آآ تعالوا بينا نعمل عربي تانينا لقد قمت بنشر الاعلان بنجاح معرف اعلانك هو كذا 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 لو انت عايز تعمل لوجين يعني وكلمة المرور اللي انت كتبتها كذا كذا وهو بيفكرك آآ بيها يعني تم تنشيط اعلانك بنجاح سينتهي الاعلان يوم 25 آآ يوليو سينتهي الاعلان 25 يوليو مش عارف ايه اه اه 2021 انا انا فكرت اصل النهاردة 25 يوليو فلا قولت اه آآ 365 يوم فالموقع ده انا عملت فيه يا شباب اعلانات كتير يعني انا مش بقول لك اتشافت بالالاف بس يعني هي اتشافت يعني هي اتشافت والله وجل منها اكشن في كذا حاجة في شغل افليت شغل سب ايش حاجات تانية كتير اوك يا شباب فبرضو احنا يعني اعلانات شبه دي برضو كده اوكي فده جميل وحاجة احنا مش هيدفع فيها فلوس اوكي طيب الحاجة التانية بالله عليك يا شباب ركز معي انا يظهري تعبني وتعبت جدا وعمل اتكلم معاكم فبلله عليكم ركزوا معي والله ما طالب لايك والله ما طالب لايك على قد ما انا طالب اللي انت هتبقى تكسب فلوس وتقول شكرا يا رب وبعد كده ثم شكرا يا محمد الهلال ربنا يشفي لك والدانك على خير بس كده يعني فهنروح لبعد كده موقع يمكن تكلمنا عليه قبل كده موقع ادس باقى ده لما انت تعمل الاكاونت عليه هييجي يقول لك الاكاونت تقريبا بتسعة وتسعة دولار او بمية وخمسين دولار ما علينا بفلوس يعني طب احنا هنجيب الفلوس دي ازاي او هنخلي الاكاونت بتاعنا مجاني ازاي الاكاونت ده او الموقع ده بيتجسس59 عليه بتجسس على اعلانات الفيسبوك او بتجسس على بوستات الفيسبوك اللي انت تختارها تجسس مش حرام او مش بمعنى مثلا حاجة وحشة لا انت بتشوف المنافسين بتوعك مثلا او بتشوف الكاتيجوري اللي انت شغال عليه عشان تهتم بالجمهور كزا اوكي فانا هسيب لكم اكواد كود ده مثلا لو انت اخده ناخده كده ونروح نعمله في الكوبون ونحطه هنا ونضغط على ابلاي كوبون هنلاقي بيقول لك كول هنلاقي بيقول لك كول تمام واتضاف لكم قط كزا معلم لو احنا ضغطنا على كلمة اد سيرش فهنا هتيب الاتكاس زي ما هي وتختار الكاتيجوري اللي انت عايزه وتختار الجندر والاج والنتورك هتختار مثلا ايجيبت انجلش اي حاجة اي انت عايزه على حسب اللي انت عايزه ايه او البوست اللي انت بتدور عليه ايه هتختار اي حاجة يعني وهينزلك في الفلتر الموقع ده رهيب وبيفيدني في حاجات كتير جدا جدا يعني في ادوات مدفوعة بدون ذكر اسماء ده بيفيدك بقى عند الادوات المدفوعة زيها زي الادوات مدفوعة كده بالزبط اوكي اه فلو جينا والله احنا مسلا مسلا يعني بنتكلم على لو جينا جبنا مسلا كلمة وجينا اخترنا يا معلم واخترنا اه عملنا وحيجيب لك بقى او بحسلك على جميع البوستات وجميع الشركات وجميع الحاجات اللي في الفيسبوك كلها اللي بتتكلم عن الانتفيروس انت بقى قيس على كده العاب قيس على كده برامج الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها فممكن تاخد العرض بتاعك ده بعد لما احنا عملناه هنا في الموقع ده وجاب لنا اللينك ده هترجع تاني في ادز باي وترجع لا اما تكلم الناس اللي عاملة بس ستختار طبعا بوست يكون عليه يكون متفاعل الناس اللي عاملة هتبعت لهم رسائل او هتعمل بوست او هتعمل كومينت على البوست ده والله يا شباب الانتفيروس هو اللي انتو بتدوره عليه او الانتفيروس ده كويس والدسكريبشن متاعه كذا 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 وتقوم يا معلم رزع اللينك بتاعك تمام كده اظن الفكرة وضحت انا قلتلكو الله ما صالحنا بيه قلتلكو كل حاجة بالترتيب قلتلكو كل حاجة بالترتيب يا شباب اتمنى ان تكون الفكرة وضحت هسيب لكو الاكواد دي كمان وكمان هسيب لكو هسيب لكو هسيب لكو جروبات اجنبية للنشرة عليها عشان لو عايز تنشر مثلا اللينك بتاعك في جروبات مثلا بتاعة برامج جروبات هتلاقي جروبات جميلة جدا وفيهم جروبات مليونية وكمان هساعدك وهسيب لك منتديات اجنبية اكتر تقريبا تسعين جروب المنتديات دي قصد منتديات كبيرة جدا جدا لو انت عملت فيها موضوع ومسلا موضوع في قسم البرمجة ده كورس موضوع في قسم البرامج هتقدم لهم برنامج مدفوع زي ما احنا قلنا في المواقع بتاعة البرامج والترجم لو انت ما تعرفش انجلش تترجم على جوجل وتكتب الموضوع بتاعك وتحط يا معلم اللينك بتاعك اللي هو المراد يعني اللي هو ده هو اللنج بتاعتك وبعد كده يعني لو انت اتبعت الكلام ده هتلاقي بعد كده الموضوع سهل انا شرحت لك مصفرة بس هتلاقي الموضوع سهل هتعمل اللي انجبيتجو مرة واتنين وتلاتة وهتنشر مرة واتنين وتلاتة وتلاتة في اليوم وهيجي لك ارباح من السيب اليد هيجي لك ارباح كويسة جدا لو انت عايز تسحب فلوسك بشكل يومي اصحابها من السيب اليد انا كده شباب خلصت وخلصت تعبت كده اه طيب اه انا كده خلصت الحمد لله اي حاجة اكتبولي اه يعني تعليق على الفيديو او لو انا مش بشوف تعليقات بتاع الفيديو بصراحة يعني بتفوتني اشتركوا في الجروب جروب مشاريع العمل واعملوا بسط وانا هرد عليكم لو في اي حاجة ناس كانت عايزة كتير الطرح ده سيب ايه وافليت وازاي نربو تسيب ايه بالتويتر وبالفيسبوك ويعني ازاي ويا محمد هلال رجعنا تاني لتركاتك وحركاتك ايه والحركات ايه والترتيب اهو اهم من الشغل ترتيب الشغل زي ما انا قلت لكم والموضوع تمام الموضوع جميل جدا وربنا وفاقكم اتمنى اتمنى ان انا اشوفكم في الحلقة الجاية بقال في خير ان شاء الله شباب مش هطول عليكم كتر من كده لو انت استفدت من تشطرح يا ريت لايك تشجيعي ولو انت اول مرة تشوفني او ما عملتش اه يعني سبسكرايب اعمل سبسكرايب اشترك في القناة وفعل علامة الجراس عشان يجي لك اي جديد دينا احنا بننزله ان شاء الله ما تنساش تلعي لولدتي ان ربناش فيها كان معكم محمد هلال ونقول سلام عليكم